السلام عليكم اهلا بحضراتكم النهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء التاني من اليوم التدريبي التاني معنا فريق اللي هو الشراكات فريق الشراكات ده بيتكلم عن ايه في البعض من المؤسسات بتكون ضمة فريق الشراكات مع البي ار وفي بعض المؤسسات بتحب تفصله لانه بيكون ليه دور مختلف شوية ودور قوي ومتميز فعشان كده بيتاسم كتيم لوحده طبعا حسب رؤية المؤسسة ولكن الفكرة كلها ان هو بيعمل ايه ده الفريق اللي هو مفروض ان هو بيعمل الشراكات مع المؤسسات المتنوعة علشان خاطر يبتدي نشر البرنامج بتاع سفراء صناعة لابتكار داخل المؤسسة يعني ايه برضو طيب نشوف الدور بتاعه بشكل مبسط حضرتك كسفير هتبتدي تعمل تدريباتك هتروح مع المؤسسة اكس عاوز تعمل لهم تدريب مزبوط هتضرب لهم متطوعين طيب المؤسسة اكس مين اللي هيعمل الشراكة معها عشان انت هتدرب متطوعين وهي تعرفك فريق الشراكات يبقى فريق الشراكات هو ده الدور الرئيسي بتاعه ان هو يزود عدد الشراكات علشان خاطر حضرتك تعرفتهم بدورك بشكل كويس وبشكل سليم هو بيبتدي يعمل خطة الشراكات بتاعته على مستوى الوطني ويقول والله احنا عاوزين السنة دي هيكون معنا خمسين مؤسسة شريكة المؤسسات شريكة دي هيكون في المناطق اكس واي وزد وبالتالي دي الاماكن اللي احنا هنكون عاملين فيها شراكات طيب بينسق مع فريق بناء القدرات ليه بينسق مع فريق بناء القدرات لانه احنا كلنا تيمه بيكمل بعض دي نقطة بالاضافة ان هو تيم بناء القدرات هنتكلم عنه ان شاء الله ما هنشرح ان هو يعتبر التيم الرئيسي لمسؤول عن ادارة العملية التدريبية بالكامل مع السفراء فريق الوطني السفراء سنوع الابتكار يعني هو المسؤول عن السفراء بشكل متكامل يعتبر واخد اكبر شق في الناحية دي طيب خطة الشراكات لما نجي نعملها انا كابتاع الشراكات وروح تكلمت بتاع بناء القدرات وقلت له والله احنا هنعمل في المكان الفلاني هقول لا استنى خلي بالك علشان خاطر انا هنا ما عنديش سفراء في المنطقة اللي انت حابب تعمل فيها شراكة فانت لو عملت شراكة هيبقى احنا مش هنعرف نقدم لهم الخدمة لان احنا ما عندناش سفراء فبالتالي لازم نروح لبتاع الـ HR يا بتاع الـ HR عاوزين نعمل اعلان علشان خاطر نضم سفراء في المنطقة X عشان نقدر نعمل شراكة في المكان ده عشان نبتدي ندعمه بشكل كويس يبقى هي عمليات انظمية متكاملة الفرق ما بينها وبين بعضها عشان خاطر كل واحد يقوم بدوره طبعا بيعمل دعم للشراكات الحالية يعني عنده شراكات شغالة بالفعل بيبتدي يعمل لها دعم وبيتابعهم ويبتدي يمدهم بسفراء طب عاوزين وراش ايه الشهر ده طب الشهر اللي وراه طب كذا طب كاني طب ما كل ده طبعا بيقوم بي تيم الشراكات التقييم الدوري للشراكات يعني يعني هو اللي بيقيم الشراكات الحالية بيبتدي يشوف هل ادى بتاعها ضعيف هل بتطلب مننا ورش وفعليات ولا لا يعني هل هي فعالة بالنسبة لنا ولا غير فعالة فبالتالي طبعا ده دوره برضو التقييم وزي ما احنا قلنا الدور المهم الغاية نيقول الفرق لازم يكون عندها قاعدة البيانات بشغلها فهو لازم يكون عنده قاعدة البيانات متكاملة ووافية عن الشراكات اللي عنده بشكل كامل يبقى فريق الشراكات ده الفريق المسؤول انه هو بيسهل للسفراء انه هم يقد دورهم لو يعمل لهم الشراكة مع المؤسسات اللي هيبتدوا يدوا فيها تدريبات فريق بناء القدرات طبعا ده الفريق المسؤول عن السفراء ومدربين بشكل مباشر هو اللي بيحط لهم الخطط التدريبية وهو اللي بيتابع تنفيذها طيب بيعمل ايه اول دور بيعمله البرامج التدريبية بيعملها ازاي بمعنى انه بيبتدي يحط خطة للفعاليات التدريبية على مستوى المستهدف للخطة الوطنية هيقول والله احنا ان شاء الله هيكون عندنا مثلا خطة هنعمل سبعين فعالية في ستين ورشة في خمستاشر مش عارف ايه وهكذا هو اللي بيبتدي يحط الخطط وفقا للمتاح لي مع مراعاة برضو ان هو مفروض بيكون فاهم ايه الاماكن اللي فيها شراكات او مفهاش عشان لو المكان مفهور شراكات يقدر يبتدي ينصق مع تيم الشراكات عشان قادر يحاول يعمله شراكات في المنطقة اللي هو عاوز يبتدي يحط فيها فعاليات وتدريبات التنسيق مع تيم البي ار طيب بتاع البي ار دلوقتي من اول السنة مسلا ما عرفش ان هو عنده تدريبات في شهر اثنين وراح مرة واحدة كده فريق بناء قدرات قال له بص يلا بسرعة عشان احنا عندنا تدريبات في شهر اثنين في يوم 31 يناير هو هيبدأ يوم اثنين اثنين مثلا طيب هو ملحقش ينظم نفسه فبالتالي لازم البرامج التدريبية لما الخطة بتاعتها تتعامل لازم يروح نسخة مصغرة من الخطة التدريبية على الاقل بالموعيد المقترحة للتدريب لتيم البي ار عشان يكون مستعد يقوم بدوره ان هو يكون فاهم تيم وهيشتغل ازاي طيب المكان ده ما عنديش ناس على قدر من النهاية يعني ما عنديش حد بيغطيه فعنديش في البي ار هنا اعضاء يقدر يغطولك الفعالية في المكان ده او المنطقة اكس اللي انت طلبها فبالتالي احنا نعمل الخطوة بتاعت الاتش ار ونشوف ان احنا هل هنا هينفع نحط ناس في تيم البي ار ولا لا وهكذا متابعة التنفيذ هو اللي بيتابع الدور اللي بيقوم بالسفراء وفقا للجودة المطلوبة زي ما احنا اقالين اللازم العمل يتم على اكمل الوجه بالاضافة انه يتم في المعيد المحدد هو اللي بيدخل البيانات الخاصة بالمتدربين يعني لو انتم فاكرين لما احنا قلنا بتاع العلاقات العامة اهو بيدخل الحضور ويتابعهم وشعفيه زي الفل ويوفر لهم الدنيا ولكن هنا بناء القدرات هو اللي بيعمل استمارة التعارف اللي بيكون فيها بيانات الحضور الاختبارات القبلية والبعدية لكل الفعاليات التدريبية هو اللي بيعملها فريق بناء القدرات يعني احنا عاوزين السفراء يقوم بالدور التدريب بتاعهم بشكل فعال وفي دور اللي هو الدور التنصيقي بيقوم بالفريق التنصيق ده دور بيسهل قيامهم بدورهم الاصلي ينصق مع تيم الميديا قبل انتهاء الفعاليات التدريبية عشان ما اضعوا الشهادات ما ينفعش يروح ضغط على تيم الميديا ويقوله انا عاوز الشهادات كمان ساعة الكلام ده طبعا ايه غير منطقي لازم يكون فيه تنصيق ومرعاة الوقت بشكل ملائم عشان خاطر الشغل يكون ماشي بشكل صح مش غلط يعني مثلا الكورس مدته تلات تيام واحنا عارفين ان الكورس اكتمل العدد بتاعهم قبلها بفترة كافية فبنبعث لتيم الميديا ان دي الشهادات ولو حصل تعديل فيها بيروح يبلغوا بالتعديل قبلها برضو بفترة كافية ويراعي الموضوع ده في نهاية التدريب لو هيعمل حفلة ختمية مثلا عشان يسلم الشهادات المتتربين فخلاص اوكي مش هيعمل حفلة ختمية وحابب برضو يسلم الشهادات على كده ما فيش مشاكل الشهادات هتتعمل الشهادات الكترانية مثلا بس وهتنزل على الصفحة برضو ما فيش مشكلة ايا كان طبعا هو في الحالة ينصق مع تيم الميديا غير الموضوع بتاع ان هو التسليم بقى ان هو ينصق معهم عشان تتنشر على الصفحة طيب ده الدور الاول اللي هو خاص ببرامج التدريبية الدور التاني السفراء والمدربين طيب يعني احنا اتكلمنا عن شق البرنامج التدريبية هنتكلم عن صفراء ومدربين وزي ما احنا شرحناهم طبعا لو حدثتكم فاكرينهم هو ان السفير دي المرحلة الاولى المرحلة اللي بعدها المتطورة منها اللي هي المدرب طيب هو دلوقتي اللي بيحط الخطط بتاعته عشان يقول احنا عايزين صفراء امتى يعني غالبا الباب بيتفتح لضم الصفراء مثلا انه هيكون مرة مثلا كل 3 شهور اوكي يعني كل 3 شهور ممكن يتفتح الباب لضم صفراء طبعا بعد عمل انتروفيهات وعمل الدنيا دي هنتكلم عن ناحية ولكن الباب غالبا بيكون كل 3 شهور بينضم صفراء مفيش مشكلة الباب بيتفتح مرة خطط ضم المدربين ده غالبا بيكون مرة واحدة في السنة مش زي الصفراء بيتفتح بها مرات في السنة لا ده مرة واحدة اللي هو دي فرصة بتتاح فقط للصفراء مش بتتاح لأي حد يعني مش حد من بره بنتخله لا لازم يكون شرط أساسي انه يكون حد من الصفراء ومضى عليه فترة معينة انه هو بقى سفير وسفير مثلا ليه نشاطه كفاءة وفعالية عشان يبقى ايه مدرب طبعا زي ما احنا قلنا من شوية انه هو بيتم التنصيق مع الـ HR عشان قاطر يبتدي تم الاعلان عن فتح الباب لضم الصفراء والمدربين الانترفيو بيحضرها مع الـ HR لانه زي ما احنا قايلين من شوية برضو في فيديو سابق ان الـ HR بيحضر عن شق خاص به كشغله هو وبيحضر عن الشق الفني الـ team نفسه هو اللي بيقول الشخص ده يصلح ولا لا يصلح الدعم اللوجستي والفني يعني ايه دعم اللوجستي الدعم اللوجستي يعني اي مواد معينة حضرك عاوزها يقتمها لك حيوفرها لك يعني زي ايه اللوجستيات زي مثلا زي المواد التدريبية هو اللي بيوفر لك الكلام ده يعني مثلا على سبيل المثال حضرك قاعد وفيه إلام ويت برضو مش متاح هو اللي يدعمك لوجستيا انه هو يوفر لك دي من ضمن اللوجستيات بتاعة المكان يعني الشيء ما يمسك يعتبر بالإيد هتمسكه بإيدك وتستخدمه فبالتالي هو يوفره لك ده دوره هو طالما شيء بيتم استخدامه الويد بورد مش قاعدة ده تشوف كل الكلام ده كله هو اللي بيوفره فيه نقطة ثنية في المحتوى نفسه وقعت منك هو المفروض بيدعمك فيها ويلحق يوضحها لك يعني تيم بناء القدرات المفروض ده مرحلة لبيل أعلى شوية فبالتالي ده فاهم تكنيكال ترينينج مية في المية مش مش أي حد هيكون بناء قدرات الفريق اللي بعد كده فريق الابتكار فريق الابتكار هو يعتبر يعني اعتبره تيم الغالبا في بعض المؤسسات اللي هو ال R&D اللي هو Research and Development اللي هو تيم بحث وتطوير احنا حبينا يكون المسامة بتاعه شوية مختلف عشان يواكب العصر اللي هو يكون فريق الابتكار لأن الابتكار ده المصطلح السائد حاليا هو انت من غير فكر ابتكاري مش بتتعرف تتحرك لخطوة لكن لو انت بتشتغل بفكر تقليدي عادي مش هتقدر تعمل شيء طيب بوساطة جديدة ده الفريق المرتبط بالبحث والتطوير خاص بالماتيريال والدنيا دي كلها بالإضافة انه هو اللي بيعد المادة التدريبية يعني مش بناء القدرات هو اللي بيعد المادة التدريبية لا بناء القدرات بيساهل عليك شرحها ولكن بيكون واخد المادة التدريبية من فريق الابتكار اولا بيبتدي اثناء شغله بيعمل تنصيق مع الفريق بتاع بناء القدرات علشان يعمل استطلاعات الاستطلاعات بيتم عن ايه عن احتياجات المتدربين والمؤسسات في مجال التطوع واحتياجات السفراء ومدربين في مجال التطوع ده سؤال الفيديو بتاعنا فريق الابتكار بيعمل تنصيق مع فريق بناء القدرات لعمل استطلاعات عن إيه؟ هستأذنكم النقطتين دول هما اللي تذكروا في الإجابة بتاعة التاسك مع الاسم والدولة طيب نشرح بالرحة يعني هو دلوقتي أثناء التدريب تيم بناء القدرات بيتعامل مع متدربين وبيتعامل مع مؤسسات بيوفر لها التدريبات في الحالة دي هل في شيء معين هو من مناقصهم وعاوزين نضيفه طبعاً استطلاعات دي بيكون فورم معينة بياخدها التيم بتاع البناء القدرات من تيم الابتكار ويبتدي يمنى الفورم دي من المتدربين ومن المؤسسات وبيوديها لتيم الابتكار اللي هو بيدرس بعد كده في نفس التوقيت بيشوف السفراء والمدربين هل حابين يطوروا في المحتوى هل في شيء معين ناقصهم هل في شيء أعوزين نضيفه هل في شيء أعوزين نحزفه وهكذا كل الكلام ده طبعاً هم بيوصلوه من خلال فورم معين لتيم الابتكار الاتجاهات التدريبية الحديثة اللي بيقال ايه الترند بتاع تدريب اليومين دول دوره انه هو بيدور بيشوف ايه الترند في التدريب الخاص بالتطوع عشان خاطر يبقى مواكب للعصر مواكب للعالم كله ماشي ازاي يعني تلوقتي مثلاً الدنيا كلها ماشي ناحية التحول الرقمي في الشيء طبيعي ان دي من ضمن الاساسيات اللي هي مرتبطة في التطوع الرقمي فلازم ازاي اخلي التطوع بتاعي التطوع الرقمي وهكذا بيبتدي هو خد الاستطلاعات مع البحث يبتدي بقى يبتكر ويطور محتوى بالخاص بالبرنامج بتاعه طبعاً انت عندك الحقائب التدريبية ودليل مدرب ودليل متدرب كل ده المفروض تيم الابتكار هو اللي بيبدأ يشتغل عليه ويبتدي يعده عشان حضرات الكون الدنيا واسناء الشغل بتاعك سهل ومتكامل هو اللي بيدعم تيم بناء قدرات فنية يعني زي ما احنا قلنا حضرتك في نقطة مش واضحة معاك بتكلم تيمك اللي هو بناء القدرات وتيم بناء القدرات لو مش واضحة معاهم او في لبس او خلاف ما بينكم ونتو الاثنين تيم الانوفيشن هو اللي بيفض الخلاف ده وهو اللي بيقول الرأي النهائي في الموضوع اخر تيم هنختم بيه اللقاء بتاعنا النهاردة في اليوم التدريبي التاني تيم صناعة السعادة ده تيم ممكن تلاقوه متوفر في اوروبا في الدول العربية بتاعتنا برضو يعني يكاد يكون منعدم يعني البعض الضعيف للغاية من المؤسسات طبعا في بعض المؤسسات في بعض الدول ولكن دور فريق صناعة السعادة اللي هو ببساطة جديدة اللي هو عاوزك تكون مبسوط دايما ان انت تكون سعيد داخل البيئة اللي انت قاعد فيها بتؤدي العمل بتاعك بحب بفرحة بمفيش اي عقبات حبيب ان انت تكون قاعد في المكان اللي انت فيه بشكل مستمر وبشكل دائم كل دا طبعا بيختلف وبيؤدي معاك الغرض بشكل لطيف وملائم طيب بيعمل ايه فريق صناعة السعادة نشوف بالراحة الادوار بتاعته اولا اول دور ليه انشطة السعادة هو ليه دورين الدور الاول انشطة السعادة يعني ايه انشطة السعادة هو بيوفر لك بعض الانشطة اللي بتخليك حابب المكان اللي انت قاعد فيه طيب من ضمن الانشطة دي والانشطة دي طبعا قبله للتطوير والاضافة مع اختلاف ومراعاة مع مراعاة اختلاف الثقافات الباقي زي ايه زي صالون السعادة صالون السعادة دا المفروض صالون دوري بيتم عمله شهريا مثلا بيكون زي حفلة سمر ما بين التيم وبعض وكده لطيفة سواء اوفلاين اونلاين اين كانت الفكرة وطبعا وان كان يفضل انها تكون اوفلاين ويكن التيم مع بعض بيتم مثلا الاحتفال بالسفير المثالي للشهر المدرب المثالي الليدر المثالي وهكذا دا بيتم بشكل دوري خلال الشهر مع الموضوع دا بيكون معاه هدايا السعادة هدايا السعادة اللي هي زي سكرت فريند كده اللي هو صديق السري اللي هو هدية بتكون مبهمة انت مش عارفها من مين وبتصلك الهدية بشكل لطيف طبعا لها فكرة ظريفة كده بتتعمل وان شاء الله دي طبعا هيكون ديمسون على السعادة هم اللي بيعملوها سألونه دا بقى للناس المهتمة بالنحية الثقافية والنحية الأدبية والشعر والفن وكل ما يرتبط بالأدب والفن عموما دا بيتعمل برضو ممكن بشكل دوري اللي هو مرة برضو كل شهر في معاد مختلف عن سرون السعادة عياد الميلاد يعني مفروض في حفلة بتتعمل كل شهر مجمعة عياد الميلاد خلال الشهر بشكل متكامل بتتعمل وبيبتدي يتعمل لهم حفلة للتيم كله علشان خاطر الناس كلها تكون مبسوطة وسعيدة وهي شغال حفلة التخرج دي بتتعمل مرة في السنة للناس اللي هي هتكون مخلصة الدراسة بتاعتها وبالتالي طبعا دا هيبقى شيء لطيف ومميز بعد كده المعسكرات المعسكرات يعني ايه؟ يعني فيه معسكر بيتعمل بشكل دوري علشان خاطر الناس تكون مبسوطة وتشتغل مع بعضها برضو بشكل لطيف ومفيش اي مشكلة مصدفاها وبالتالي اه طبعا دا هيدي روح اه كويسة للبيئة اللي الناس اه قاعدة فيها وبتشتغل فيها بشكل كويس وملائم سواء المعسكرات بقى داخلية داخل المدن داخل المحافظات داخل الدولة برا الدولة ايا كان المعسكرات المسابقات دا شيء بتعمل على مستوى برضو دوري بحيث ان الافراد او المتطوعين نفسهم يكونوا ناشطين فيه وقت معين الناس بتدت تحس شوية ان هي الدنيا ايه وقفة فممكن يتعمل المسابقات تنشط التيم مع بعضه بتبقى ايه لطيفة وكويسة الحفلات شبيهة بفكرة المسابقات برضو بيكون في مناسبات معينة بعض المناسبات الدورية في شيء فهم ناسبة كويسة لحد من التيم بنحاول نعمله حفلة ايا كانت المناسبات حسب الاتفاق بتاع التيم وبتبقى شيء برضو لطيف وتبقى حدا يعني مميزة طب كده الانشطة خلصنا الانشطة وعرفناها وانشطة كتير ومتنوعة وممكن نضيف عليها زي ما احنا حبين اي شيء يخلي الناس تكون زعيدة ومبسوطة قياس الساعدة قياس الساعدة دا بيعمل ايه يعني هو بيدي الانشطة دي المفروض ان هو قياس الساعدة بيعمل لك زي اياس الضغط كده يعني ربنا يحفظنا الفكرة كلها ربنا يحفظنا ايجا ما احفظكم وياكم يا رب الفكرة كلها ان هو بيئس لك الساعدة بتاعتك بمعنى ايه بمعنى ان هو بيعمل لك مقياس يومي لكل المتطوعين مقياس اليومي دا عبارة عن مجموعة من الاسئلة بيبعتها لك دوريا طالما انت على قائمة المتطوعين اللي شغالين بالفعل في اليوم ده وهتوم بتسكات معينة مطلوبة منك بيبدأ يبعت لك ويقول لك والله انت احساسك باليوم دا مثلا كذا وكذا وكذا ابتديت ازاي نهيت ازاي خلصت يومك ازاي كل دا طبعا ايه بيفرق معك التقارير بيبتدي اعمل تقارير دورية بيشوف هل في ناس كانت بتصدف عقبات هل مقياس الساعدة مخافض عند بعض المتطوعين هل فالصدفه مشاكل معينة كل دا طبعا ايه هيفرق معاه فبالتالي بيبتدي ارفع للتقارير الدورية عن مقياس الساعدة المتطوعين العمل على تسليل كافة العقبات يعني لو صادف اي عقبة او مشكلة دوره هنا ان هو بيحاول يزلل العقبات دي لو هي بالفعل قائمة علشان خاطر يحلها وينهيها ومتطوعين يكونوا مبسطين ودنيا بتاعتهم ما فياش اي مشكلة في حالة ان هو مقدرش في الحالة دي ان هو بيبتدي ارفع تقارير علشان خاطر للقيادة الاعلى بينه عشان خاطر يحاول يزلل اي عقبة بتصدف حضراتكم وتبقى الدنيا مشه كويس والناس مبسوطة وسعيدة والدوره المهم طبعا للغاية ان هو يبدأ بيبتكر طرق دديدة لصناعة السعادة ما يقفش عند حد معين يكون شخص مبتكر خلاق مبدع علشان خاطر الناس تكون دايما تحسب ان هي وسعيدة وبكده ختمنا ده لليوم التاني شكرا لحضراتكم ان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم عن اليوم الثالث هناخد الجزء الاول من اليوم الثالث اليوم التاني زي ما حضراتكم شفتوا ختاما ليه احنا تكلمنا عن الفرق الاساسية تكلمنا عن سبع فرق اساسية غالبا هنلاقيها في كل المؤسسات او هنلاقي البعض منها سواء الشكل بتاعها نفس الشكل اللي حضراتكم شفتوا او بشكل مختلف شوية في الاسماء او في التقسيمات ولكن الادوار الرئيسية ادوار اساسية واحدة الهدف منها ان حضرتك بعد ما خلصت كده انت فاهم يعني ايه شرق عمل وكل فريق عمل بيقوم بايه بالزبط داخل المكان وبالتالي وضحت قدامك انت ممكن تنضم لأيتين منهم بكل سهولة بدون ما تصادفك اي مشكلة او عقبة وبكده ان شاء الله نشوفكم على خير في الفيديو القادم والسلام عليكم اشتركوا في القناة